على بعد أسابيع فقط من الذكرى التاسعة عشرة للغزو الأمريكي للعراق يحدث غزو في مكان آخر من العالم روسيا تشن حملة عسكرية وتشرع باجتياح جارتها أوكرانيا لينكشف حجم نفاق دول الغرب التي صدرت للعالم مزاعمها عن الحرية والديمقراطية والعدالة تقرير نشره موقع ميدلست آيل بريطاني اعتبر أن الغرب يرى في الحرب الروسية على أوكرانيا فرصة لخلاص ضميره من كارثة غزو العراق عام 2003 ومحاولة يائسة لاستعادة مكانته الأخلاقية أمام العالم بدى ذلك جليا في التغطية الهستيرية لوسائل الإعلام الغربية لغزو أوكرانيا التقرير استعرض الفضائع والانتهاكات المدمرة التي ارتكبها الغرب خلال سنوات الحصار على العراق في تسعينيات القرن الماضي قبل أن تقود الولايات المتحدة وبريطانيا للغزو عام 2003 لتبدأ عمليات القتل والتخريب الممنهج للعراق وأشار التقرير إلى أن الرؤساء الذين يريدون رؤية أوكرانيا تتحول إلى مقبرة لأحلام بوتين تجنبوا ذكرى العراق ومن أبرزهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق تون بلير الذي اعترف أنه كان مخطئا في حرب العراق اعتراف متأخر كعادة معظم الذين ساهموا بتدمير البلد ثم خرجت تصريحاتهم الاعتذارية بعد التقاعد النفاق الغربي اتضح بصورة أكبر في مقابلة مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونديليزا رايز التي شغلت منصب مستشار الأمن القومي خلال غزو العراق فقد بدأ الإحراج واضحا عليها عندما قال مقدم البرنامج أن غزو دولة ذات سيادة يعتبر جريمة حرب لتحاول رايز التهرب بالقول أنه ضد مبادئ القانون والنظام الدولي غزو العراق كان ضربة كبيرة للدعاءة الغرب بأنه المعيار العالمي للحضارة ادعاءات استخدمها لتبرير تشكيل العالم الحديث على صورته ولتعزيز سيطرته عليه قبل أن تنهار أمام الجميع وباعتراف العديد من قادته ومفكريه ترجمة نانسي قنقر